وعن تفاصيل الحفل الذي أقامته الشارقة في أول مبنى افتتح فيه معرض بلونيا لكتاب الطفل قبل 59 سنة وأصدأ حلول الشارقة ضيف شرف المعرض وما تقدمه لزوار جناحها تملأ المكان نتابع تقرير مفدنا إلى إيطاليا محمد السويدي طاولات تزينت بأسماء مناطق من الشارقة مع تعريف مختصر يروي تاريخها وما تشتهر به وما تمثله اليوم للإمارة على المستوى الثقافي والسياحي والاقتصادي هكذا كانت المبادرة الترحيبية للمثقفين والكتاب والناشرين ضيوف حفل العشاء الذي نظمته الشارقة ضمن برنامجها كضيف شرف معرض بلونيا لكتاب الطفل وفي كلمات الحفل توجه الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بشارقة في كلمته بالشكر للناشرين والمعنيين بصناعة النشر لما أبدوه من تركيز على مواصلة بناء الصداقات في جميع أنحاء العالم على الرغم من التحديات التي واجهتهم خلال فترة انتشار الجائحة هذا وأثنى مورو في الكوري وزير الثقافة في منطقة إيميليا رومانيا بإيطاليا على مشاركة الشارق الكبيرة والمتنوعة التي تعبر عن مشروعها الثقافي بينما رحب جان بيرو كالزو لاري رئيس معرض بولونيا لكتاب الطفل بوفد إمارة الشارقة وممثلي مؤسساتها الثقافية والمعرفية مشيرا إلى أن المعرض أتاح الفرصة لتعزيز التعاون مع الشارقة في مجالات الثقافة والنشر أما في أروقة المعرض وفي جناح إمارة الشارقة الزاخر بالفعاليات والأنشطة تعرف سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي سفير دولة الإمارات في إيطاليا على تفاصيل المشاركة من خلال زيارة للجناح اطلع فيها على منصات الجهات المتواجدة وما تقدمه من برامج تبرز وتعرف بالجهود الثقافية والفنية والتراثية اسمع لي في البداية أن أهن دولة الإمارات العربية المتعدة وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة على اختيار إمارة الشارقة كضيف شرف في معرض بولونيا للكتاب من خلال زيارتنا للجناح شاهدنا حقيقة حجم التنوع في تقديم المشهد الثقافي الإماراتي والعربي إلى الثقافة الأوروبية والإيطالية بشكل خاص فخورون الحقيقة أن نرى الفن والأدب والتراث الإماراتي في واحد من أهم وأكبر الفعاليات الثقافية في أوروبا وفي الجمهورية الإيطالية مشاركة الشارقة تعزز العلاقات الثقافية الإماراتية الإيطالية هذا وتواصلت الورش والندوات والجلسات الحوارية المتعددة الرامية إلى تبادل القبرات والمعارف في مجالات كتب ورسومات وقصص الأطفال ونشرها وحقوق الملكية الفكرية مشاركة الشارقة كضيف شرف في معرض بلونيا للكتاب هي مشاركة متنوعة من ضمن الفعاليات أو البرامج التي تم تقديمها في هذا المعرض ركن الرسامين أو معرض رسوم كتب الطفل الإماراتيين الذي شارك فيه ما يقارب 20 رسام إماراتي من خلال 120 لوحة هذه اللوحات تمثل الثقافة الإماراتية وتعكسها للجمهور الإيطالي في هذا المعرض بالإضافة إلى البرامج التي تم تقديمها في أرض المعرض هناك العديد من الفعاليات القارجية التي تم تقديمها للأطفال والجمهور الإيطالي من خلال القراءات القصصية للكتاب الإماراتيين المشاركين في هذا البرنامج وفي المكتبات العامة وفي المدارس الحكومية ورشة الخط العربي كانت رسالة ود ومحبة وتعريف بجمال هذا الفن والتي لبى من خلالها الفنان خالد الجلاف رغبات الجمهور في كتابة ما يحبون من أسماء وعبارات بالحرف العربي البديع